أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات أن العديد من العوامل الضرورية لتحقيق رؤية الحكومة فيما يخص خدمات الجيل الخامس موجودة فعليا نعم حيث نجحت مملكة البحرين في جذب الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وشهدت دخول كبرى شركات المحتوى ومزاودي خدمات تقنية المعلومات تحقيقا لرؤية تنموية اقتصادية شاملة تواصل وزارة المواصلات والاتصالات سعيها والتزامها في زيادة الاستثمار وخلق المزيد من الفرص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي وذلك من خلال نجاحها في جذب استثمارات في قطاع الاتصال بمملكة البحرين حيث بلغ حجمها نحو 73 مليون دينار بحرين خلال عام 2020 وتتمتع مملكة البحرين ببنية تحتية رقمية قوية تدعم نمو الاقتصاد الرقمي ضمن أولويات الحكومة ورؤيتها والتي تمت ترجمتها في الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات مع تخصيص طيف ترددي كاف لحاملي تراخص خدمات الاتصالات المتنقلة بكفاءة وفاعلية عالية تدعم الابتكار والاستثمار مما أتاح تقديم خدمات اتصالات ذات جودة عالية وعلى نطاق واسع حيث تعتبر المملكة من أوائل الدول التي حققت تغطية شاملة لخدمات الجيل الخامس بتغطية بلغت مئة بالمئة على مستوى المملكة حتى الآن وبسرعات تحميل عالية وذلك لضمان استفادة غالبية المستهلكين في البحرين من الوصول إلى شباكات الجيل الخامس في جميع أنحاء البلاد وتتطلع المملكة دائما إلى المزيد من الاستثمارات لتعزيز خطة تقديم خدمات الجيل الخامس والمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل انترنت الأشياء وأنظمة الاتصال من آلة إلى آلة وغيرها من التقانيات الناشئة